خلينا بقى ننتقل دلوقتي لجريدة البوابة نيوز أم رسلتنا العزيزة نورهان تامان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف المواقع محليا وعالميا يعني نورهان صباح الخير عليك وخلينا نعرف من الطبع المنشطات كتيرة جدا في غاية الأهمية يعني سوء الحديث عن كأس العرب والمنتخب وغير وغير وسمعينك تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان احنا هنا منا مقر جريدة البوابة نيوز زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وأول خبر معنا من موقع البوابة نيوز وطبعا عن المواجهة يعني المرتقبة ما بين منتخب مصر والجزائر مصر والجزائر مسيرات وأرقام قبل المواجهة في كأس العرب ساعة 9 إن شاء الله النهاردة منتخب مصر هيواجه نظيره وشقيقه الجزائري فيه طبعا مباراة الجولة التالتة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب مباراة يعني الناس كتير جدا بتعتبرها ديربي وهيكون فيها منافسة كبيرة تقرير البوابة نيوز ذكر يعني تاريخ مواجهات الفريقين وقال إن هم ننديل مواجهة رقم 29 وكانوا اتواجهوا في 28 مناسبة فيما قبل حقق المنتخب الجزائري الفوز في 11 مواجهة دينما منتخب مصر حقق الفوز في 8 مواجهات وحسم التعادل يعني 9 مواجهات كمان خلينا نقول لكم إنه في حال التعادل الفريقين يمكن الأمر ده ناس كتير سألت عنه إنه الفريقين متساويين في العديد من النقاط وطبعا والأهداف هيتم اللجوء لنظام اللعب النظيف أو النظيف وهيتم النظر للفريق الأقل حصولا على الكروت سواء الحمراء أو الصفراء وإذا تم التساوي أيضا هيتم اللجوء لأرعى لكسر التعادل وتحديد المنتخب اللي هيصعد في المركز الأول وتحديد المنتخب اللي هيصعد في المركز الثالث التاني كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله في مواجهته النهاردة تاني منشت معانا من موقع اليوم السابع أيضا عن كأس العرب عشرين واحد وعشرين السعودية تصطدم بالمغرب والأردن مع فلسطين لحاسم التأهل النهاردة تختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة زي ما قلنا لكم بدور المجموعات في بطولة كأس العرب لتصطفها قطر حتى 18 ديسمبر السعودية هتواجه المغرب في لقاء الفرصة الأخيرة للسعودية الساعة خمسة والأردن هيواجه منتخب في فلسطين أيضا منتخب الأردن لو فاز هيتم هيتأهل مباشرة أما منتخب فلسطين فهينتظر نتيجة مباراة السعودية والمغرب وأخبارنا العالمية من جريدة الشرق الأوسط ودوري أبطال أوروبا النهاردة ومباريات حاسمة أتلتكو وبورتو وميلا في سباق على المركز الثاني وقمة بين الريال والإنتر اليوم بورتو وأتلتكو جميع المباراة النهاردة هتكون الساعة عشر خلينا بس نقول لكم دوت بورتو وأتلتكو إن شاء الله هيلعبوا النهاردة في مجموعة طبعا زي ما احنا عارفين اللي فيها ليفربول تأهل وضمن التأهل أما ميلا هيواجه ليفربول النهاردة في مباراة تحصيل حاصل وعلى صعيد ريال مادريد وعشاء المارينجي ريال مادريد وإنتر ميلا النهاردة أيضا الساعة عشر في صراع حسم المركز الأول والتاني بمجموعة الفريقين تقرير الأخير معنا من جريدة الجمهورية وأرقام قياسية في انتظار النجم المصري محمد صلاح والعنوان أو المنشط 8 تحديات للفراري طبعا الفراري ده اللقب المحبب لنجمنا المصري محمد صلاح وطبعا اللي مشرفنا في المحافل الدولية النهاردة زي ما قلنا لكم ليفربول هيختتم دور المجموعات أو منافسات دور المجموعات في الجولة السادسة والأخيرة أمام يعني طبعا ميلا في الجولة السادسة زي ما قلنا لكم وليفربول ضمن التأهل خلينا نعرض لكم 8 تحديات اللي أمام محمد صلاح النهاردة أو الأرقام القياسية اللي بيطمح لها نجمنا المصري في مباراة اليوم محمد صلاح بيتمنى أو بيسعى لتقديم مستويات فنية كبيرة في الفترة اللي جاية للحصول على جوائز عالمية أكبر وزي ما قلنا لكم يمكن هو عينه على جائزة زبيست اللي ترشح لها في ثلاث مناسبات قبل كده ويمكن حصل على المركز التالد في أول مناسبة ترشح لها في عام 2018 أما تاني تحدي معنا فمحمد صلاح بيرغب في التسجيل مرة أخرى بعد غياب عن المباراة الماضية أمام ويلفر هامبتون محمد صلاح حاودنا أنه بيسجل كل مباراة ويمكن المباراة اللي فاتت عمل أسست ولا أروع في فوز فريقه في اللحظات الأخيرة أمام ويلفر هامبتون أما تالي تحدي أمام محمد صلاح فهو صراع المنفسة على هدف دوري الأبطال والتحدي الرابع يسعى محمد صلاح للتسجيل في مباراة الخامسة في البطولة على التوالي ولازلنا أمام تحديات محمد صلاح ومحمد صلاح بيطمح في تحسين ترتيبه في قائمة الهدفين التاريخيين لدوري الأبطال ويتواجهد محمد صلاح في المركز العشرين رقم ستة أو التحدي السادس لنجمينة المصري أن محمد صلاح يرغب أو في هز شباك ميلا للمرة التانية على التوالي بعدما يسجل في مباراة فوز فريقه طمع ليفربول واللي انتهت بفوز فريق ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدفين في افتتاحية المجموعة في التحدي السابع يسعى محمد صلاح للتحليق بعيدا في صدارة قائمة هدافي ليفربول بجميع المسابقات حيث أحرز اللاعب تسعتاشر هدف في عشرين مباراة أما آخر تحدي لمحمد صلاح معنا فهو يحلم أو يتمنى تحقيق انتصاره التالت على التوالي أمام ميلا في دوري الأبطال دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة البوابة نيوز شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو تغطية رائعة منك أنا أرهام نشكرك جدا